يا أهلا ومرحبا أعزائي المشاهدين بكم في برنامجكم قضايا تربوية وذكرنا بأكثر من موضع بأن أسرة برنامج قضايا تربوية حريصة على حصر القضايا التربوية بمفهومها الواسع قضايا التربوية هي القضايا التي تنهض في أي مجتمع وبالتالي وتحقق متطلبات التنمية بأي دولة من خلال الاهتمام ليس فقط في الأمور محصورة في المدارس بشكل عام ولكن أيضا كل ما يساهم في تطوير معرفة ومهارات ووجدانيات وأتجاه الأفراد بالمجتمع عشان شدي حرصنا من خلال البرنامج أن نسلط لهذا الأسبوع على التعليم التقني أو التدريب الفني وخاصة أن هذا النوع من التدريب أصبح متطلب عالمي يهتم في تطوير مهارات الأفراد في ظل التكنولوجيا وفي ظل الانفتاح العالمي وفي ظل التفجر المعرفي هذا اللي هنا به عشان شدي إحنا اهتمينا في قضية المهارات وتطويرها والحقيقة هو ليس اهتمام محلي فقط ولكن اتجاه عالمي احنا أيضا في برنامج قضايا التربوية علينا أن نواكب هذا التطور وهذا التقدم لأن اليوم تجدد التكنولوجيا والمستحدثات التغنية تتظلب وجود أفراد مؤهلين وماهرين في الميدان الفني وهذا ما نسعى إلى تحقيقها من خلال استعراضنا لهذا الموضوع ومنقشته مع مختصين والنزول إلى الميدان لكي نطلع على ما هو موجود في واقعنا الميداني وما هو المأمول مننا احنا كمتخصصين وكمثقفين وكدولة نسعى إلى تحقيق تلك المتطلبات وأن نسلط الضوء على الفجوة الموجودة في مجتمعنا ويكون شفافية واقعية حتى نقدر نمليها مشاهدين الكرام خلوكم معنا برنامجنا اليوم وحلقتنا مركزة على موضوع التدريب الفني مشاهدين الكرام مرحبا بكم مرة أخرى وحلقتنا لهذا الأسبوع مع المهندس خالد العنزي رئيس قسم الهندسة الصناعية في المعهد صباح السالم الصناعي حياك الله المهندس خالد وضح لي الاسم يعني اسم المعهد بالبداية المعهد الصناعي صباح السالم وأنا رئيس قسم الإلكترونيات ما عندنا قسم صناعي يعني هو المعهد كله صناعي بمعهد صناعي والأكترونيات شنو دوركم يعني شنو نقصد في الأكترونيات في المعهد الصناعية شنو دورها بالطبع هو أحد الأقسام وما تستهدف نعم هو أحد الأقسام العلمية الموجودة في المعهد من ضمن خمس أقسام أخرى أحدها هو قسم المواد العامة ليوفر لنا احتياجنا من المواد مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والثقافة الإسلامية والمواد التي تعتبر المواد الأدبية والنظرية بينما الأقسام العلمية في المعهد ومضمنها قسم الإلكترونيات توفر التدريب الفني والعلمي للطالب أو للمتدرب خلال فترة التدريب وخلال فترة الدورة نفسها الممتدة مدة ست فصول دراسية أو ثلاث سنوات دراسية حيث أن الطالب بعد اجتيازه لسنتين أو أربع فصول تدريبية يلتحق بأحد الشركات أو الوزارات التي توفر للتدريب على نظام العمل والأجهزة المتطورة الجديدة الموجودة في الوزارات وإجراءات العمل الإدارية والفنية وكيفية إعداد الطالب للمرحلة اللي بعد الدراسة اللي هي مرحلة التوظيف زيني أفهم منك أن المعهد الصناعي يصبح سالم يستهدف ثانوية نحن نستهدف الشقين نستهدف خريجين ثانوية العامة اللي هو مرحلة الدبلوم اللي هو يأخذ شهادة الدبلوم التدريب الفني وعندنا الجانب الآخر وهو الجانب المتوسط ما بعد المتوسط ثم فصول دراسية يعني أولا السنوات تعتبر فنية بحتة السنة الأخيرة تكون اختيارية بالنسبة للطالب يعني إذا شاء أنه يكمل أو إذا شاء أنه يروح إلى سوق العمل ويتوظف ويكمل في فترة ثانية يعني في سنوات قادمة من عمره هل في زي لهم رسمي؟ نعم الطالب عندنا لا بد أن يلتزم بلبس موحد في المعهد بلون موحد لضرورات التدريب الفني لأن الورش الفنية لا بد أن يكون فيها إجراءات وقاية وإجراءات سلامة ومن ضمن إجراءات الوقاية والسلامة داخل الورش الفنية أن يكون المتدرب بالزي المناسب لهذا التدريب خصوصا أن يكون أحيانا في أجهزة متحركة أو في بعض القيرات أو الوصلات أو البكرات المتحركة بسرعات عالية والتي تكون خطيرة جدا أو تيارات كهربائية عالية جدا مرتفعة يتدرب عليها الطالب فلازم يكون فيه إجراءات وقائية للطالب لا بد أن يدرسها في بداية كل فصل حيث أنه لما يدخل على التخصص ما ليكون عارف أن الورش هذه أو المختبرات قد يتعرض فيها للخطر إذا ما مشى بالإجراءات الصحية جميل وبنفس الوقت تتولدون ثقافة ثقافة الالتزام بالمهنية والعمل لأننا معهد صناعي نعم يزرع المهنية ويزرع التخصصي بالضبط احتياجات سوق العمل لهم تشوفها مناسبة للمعهد خريجين معهد الصناعي لله الحمد ولمنه نحن دائما في تطوير مستمر مع سوق العمل الخارجي سواء في الحكومة أو في القطاع الأهلي فلذلك دائما خريجين يكونون مرغوبين جدا في سوق العمل لأنهم يأتون على تخصصات فنية بحتة جميل ومتخصصة في العمل نفسه يعني ما يكون مثلا يعني الدربونهم في جزيات محددة بالضبط أنتم عارفين السوق ودربونهم فيها نعم نعم نحن عندنا دائما في تطوير بالنسبة أو في متابعة لسوق العمل من أجل التطوير وعندنا متابعة أخرى اللي هي الجهة الفنية أن نتابع المعاهد العالمية والدراسات العالمية والتدريب العالمي وين وصل في التدريب أو وين وصل في إنتاج الأجهزة الجديدة أو المعدات الجديدة اللي بدت تستخدمها مثلا عندنا الوزارات الحكومية في الدولة أو الشركات الخاصة فلذلك يكون الطالب أو المتدرف في المعاهد الفنية بشكل عام يخرج إلى سوق العمل وبيده مهارة جميل عالية جدا على تخصص محدد محتاجته الوزارة أو تحتاج إليه الشركات المشاكلة بولنا مثل تخصصات شوه نبي نعرف المشاهدين مثلا عندنا تخصصات مثلا في قسم الإلكترونيات عندنا تخصص الاتصالات وتخصص القياس والتحكم الآلي هذه التخصصات من التخصصات الممتازة جدا وهي مرغوبة يعني سواء في وزارة الإعلام أو في وزارة الداخلية أو في وزارة المواصلات الشركات اللي بره أيضا حتى الشركات الاتصالات بكافة أنواعها أو الجهات الإدارات الأقسام العلمية القسام الإدارية اللي تحتاج دائما تحتاج اتصال اتصال سواء كان لاسلكي أو اتصال سلكي طلابكم يمكن هل يستوعبون هل يعني ندري يخل نكون واقعيين يعني طالبة يقول لكم متوسط مثلا ما بعد التاسع وتبت تأخذون بالثورات اللاسلكية يعني هل الاتصالات هذه ما زالت تتطور تستخدم السلكية مثلا السلكية لا زالت إلى الآن لا زالت تستخدم الاتصالات السلكية هل هي ورما؟ لو أنها يعني تعتبر في نطاق محدود لإحتياجات خاصة يعني خصوصا في بعض الأماكن أو بعض الوزارات يفضلون أن يكون فيه كلوز لوب الاتصال المغلق عساس ما يكون فيه أي نوع من الدخول على والاختراق وكذا فهل يتغذون هل جانب؟ فهل يتغذون كمية محدودة نعم لو أنه الطالب بشكل عام يدرس الاتصال السلكي واللاسلكي التركيز طبعا حاليا واللي هو الأوسع والأكبر على قطاع الاتصال اللاسلكي الاتصال الفضائي الساتلايت الرسيفر الكاميرات تشغيل الكاميرات الصور المتحركة الصور الثابتة كل الأمور هذه هو التركيز عليها الآن لأنها أصبحت يعني هي المشغلة الآن الأساسي للوظائف زين وتواصل شبكات الإنترنت من ضمنها أكيد هذا يعتبر من الأساس البرتوكولات الاتصال اللاسلكي أنه لازم يكون فيه مهارة للمتدرب أنه يعرف شلون يستقبل الموجة في الشبكات في الشبكات وغير الشبكات شلون يقوّل الموجة في أنظمة الهبز يعني الأماكن البعيدة شلون يوصلها إذا استقبل الإشارة شلون يتعامل وياها هل عندكم تخصات تعالج ظروف خاصة لنا يعني خانقوا تخصات معالمية لأنها تدريب أمور خاصة في البلد في شؤون البلد الخاصة جدا يعني مشاكل خاصة فينا مثلا يعني صعوبة مثلا خنقل استخدام السراديب كثير في الكويت طبعا بيوت نعم تغوية الاتصالات في السراديب مثلا يعني هذا يعني الناس تريد الآن أن يكون قاعد في بيته وقادر على التواصل بيت ذكي أنا مثلا قاعد في السراديب ونحن نعرف أن السراديب فيها مشكلة مشكلة الحواجز الحواجز والاتصال يكون صعب فيها نتيجة وجود الخرسانات المسلحة الخرسان المسلحة الحديد هذا يأثر على الموجات ففي أجهزة خاصة للتقوية داخل السراديب هذا تربطها مع الجهاز الأساسي على الشبكة على أساس أن يتقوي الاتصال أيضا هنا ندخل في الجانب ونرى القسمين التخصين هذا في الإلكترونيات يعني ممكن في الإلكترونيات عندنا التحكم التحكم الإلكتروني الذي هو جزء من دراستنا حاليا في المعهد وغير المعهد يعني غير المعهد صباح السالم في التطبيق بشكل عام يعني اللي هو التحكم مثلا أنت قاعد في بيتك في مكتبك ولاحظت مثلا أن والله الدور الأول ما في أحد قاعد يستخدم الدور الأول حاليا في الوقت هذا فودك تطفي التكيف وودك تشغل التكيف وودك تطفي الليتات وودك التحكم بالأبواب بغلاقها وتسكيرها ممكن تحكم بالسخان المركزي التحكم بالكاميرات اللي موجودة في البيت أنك تشوف اللي داخل ولا اللي طالع أو الكاميرات الخارجية تشغلها أو تطفيها على حسب ما تحتاج أنت داخل داخل البيت مثلا القراج أنا أخلي مثلا أضبط القراج أو أضبط الغرف كلها على درجة حرارة معينة فأنا وأنا قاعد في غرفتي أبي أتحكم في درجة الحرارة داخل البيت جميل طيب أبي أتحكم في الإنارة أبي أتحكم بالحديقة بره أسقي الحديقة بالوقت هذا وما أسقيها بالوقت هذا يعني هذه جزء هذه مواكبة جيدة نعم هذا كله موجود الله الحمد عندنا عندكم حلول لها يعني التحكم لا ويتعلم الطالب عندنا يتعلم كيف يصمم برنامج يناسبك أنت يا دكتور ولا يناسبني أنا زيني يعني أفهم من كلامك أن تخصصاتكم يمكن تتيح أن الطالب باشر هو يروح للقطاع الخاص مشرط بالضبط بالضبط يعني مثلا عندنا تخصص قسم المعادن عندنا تخصصات فيه يعني في مكينة الوترجت اللي هو القطع المائي نعم هذا يعني تعتبر من الأجهزة أو الآلات اللي نادرة و مكلفة و مكلفة جدا و ممكن يستخدمها في القطع الناس تستخدم القطع العادي القطع باللحام أو بالمناشير أو بالسكين الحديد هذا المناشير الميكانيكية العادية لكن استخدام مكائن خاصة مثل نوعية القطع المائي هذه يعني أكيد أنها تقنية عالية جدا وهي الميزة اللي فيها أن أنت مثلا عندك قطعة معدن أي أن كان المعدن هذا عندك قطعة معدن تضعها فيها المكان هذا وتروح تصمم البرنامج على حسب احتياجك شون أنت تشكل القطعة جميل أنا أبي القطعة هذه كون شكلها هذه مثل مهندس خالد نفس هنقول الطابعة طابعة طابعة ثلاثية الأبعاد ثلاثية الأبعاد نعم هذه موجودة عندنا في قسم النجار موجودة نعم وتطبع أشكال أجهزة الـ CNC تشكيل الأشكال ممكن أنا أرسم أخذ صورتك هي عبارة عن سائل فيها عدل وشكل يعني مسائل أو آلات حفر دقيقة جدا فأنا أقدر أخذ مثلا صورتك وأحولها إلى صورة 3D على خشب مثلا أو على غريليك أو على رخام أو على مطبوعة تكون ونت تشوفها تشيلها قدامك ثلاثية الأبعاد نعم فيها برغوز هذه الأجهزة المتطورة اللي موجودة عندنا أعطت قوة للمعهد قوة للمعهد وقوة للخريج صحيح السوق حاليا أنت ممكن تشوف فيه يعني أو الشركات أو الوزارات يرون فيه خريج المعاهد الفنية يرون فيه الضالة اللي يبحثون عنها ليش؟ لأن الطالب هذا يأتي متمكن جدا من ناحية العلمية ومن ناحية الفنية كمهارة يدوية في استخدام الأجهزة ومعرفة مشاكل الأجهزة وإصلاحها يستطيع أن يتتبع المشاكل اللي هو ترابل شوتينج حين نسميه يستطيع أنه يقرأ المخططات السكيماتيكس المخططات الفنية والمخططات الكهربائية لأي آلة كهربائية يستطيع أنه يستخدم الأدوات المختلفة للوصول إلى المشكلة وحلها واستبدالها بقطعة جديدة هذه المهارات أعطت قوة للخريج وأعطت قوة للمعاهد في المقابل جميل مسألة حين اختلاف المعهد الصناعي من معهد إلى آخر معهد الصباح السالم الصناعي سأسلك عنه مدى اختلافه عن المعاهد الأخرى لكن بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل ونرجع لكم رجعنا لكم مشاهدين الكرام بعد فاصل قصير وحوارنا مستمر مع المهندس خالد العنزي رئيس قسم الإلكترونيات بالمعهد معهد الصباح السالم الصناعي مهندس خالد قبل الفاصل سألتك عن المعهد يعني من خلال عرضك ما شاء الله الشيق حول التخصصات وكيفية إعطاء المعهد قوة للمخريج شمي الميزة أو ماذا يختلف هذا المعهد ونحن مو حوارنا عن المعهد لكن فكرة التدريب الفني الحقيقة فكرة جدا مهمة لأي دولة نعم لذلك احنا حريصين اليوم خلال برنامج غضاية تربوية أن نصل لتضوع على هذه القضية شن يفرج المعهد هذا عن المعهد الأخرى يعني ما يميزه من خلال أنه يعطي قوة للخريج هي عموما المعهد تم إنشاؤها أو تأسيسها لهدف توفير فئة معينة متدربة تدريب فني ومهني وتمتلك مهارة عالية جدا في أداء أعمال فنية أو هندسية خاصة في الدولة يعني طبعا اختلاف المعاهد بينها بين بعض يعتمد على تخصصات المعاهد في معاهد يعني في معاهد مثلا عندنا معاهد التمريض يهتم في إخراج واضح واضح ما يهم وزارة الصحة أو العيادات الخاصة الموجودة في الدولة من ناحية المهارات المختلفة أو التخصصات المختلفة التي تمنح للطالب أو المتدرب في خلال فترة التدريب لأداء وظائف معينة في وزارة الصحة عندنا مثلا المعهد الإنشائي هو من اسمه واضح أنه يهتم في الأمور التي تتعلق في البناء والإنشاء والطرق والخرسانات والأمور هذه فيكون الطالب يغطي سوق العمل من هالناحية هذه من الجهة هذه التي تحتاجها مثلا وزارة الإسكان أو وزارة الإشغال أو غيرها من الوزارات أو الشركات التي أصلا تنفذ مشاريع داخل الدولة وعندنا المعاهد الصناعية مثل المعهد صباح السالم أو معهد الشويخ التي تهتم بالجانب يختلف عن المعهدين الأخرين الذي هو الجانب الصناعي أو الجانب الهندسي المتعلق في الميكانيك الهندسة الميكانيكية أو في التصميم الداخل أو النجارة في الكهرباء في السيارات الحديثة أو النظر معهد صباح السالم ومعهد الشويخ يعني تقريبا نفس فيه اختلافات يمكن بسيطة بعض التخصصات يعني معهد صباح السالم يمتاز بإحتواء على 13 تخصص موزعة 13 أو مقسم هذه التخصصات 13 على خمس أقسام علمية زائد قسم المواد العامة تجميل اللي قلت أنه الثقاف العامة لاي وابضع فقسم الإلكترونيات وقسم الكهرباء وقسم السيارات وقسم المعادن وقسم النجارة هذه الأقسام اللي تتميز فيها المعاهد الصناعية تختلف عن الإنشائية وتختلف عن التمريض وتختلف عن الاتصالات معهد العالي للاتصالات يحتوي على تخصصات أخرى يحتاجها سوق العمل ومعهد الكهرباء والماء أو المعهد حاليا نسمى المعهد العالي للطاقة اللي يوفر يعني خصوصا وزارة الكهرباء تستفيد من هذا المعهد من خريجين يعني بشكل واضح لأن خريجين يكونوا متدربين على الشبكات المائية وعلى الإنتاج الطاقة الكهربائية في المحطات نزيل بسئلك عن خنقل الاعتماد فيه اعتماد مؤسسي للمعاهد لمعهدكم وغيرا نعم فيه اعتماد نسعى دائما في يعني الإدارة بشكل عام يعني الإدارة في في التطبيق ممثلة بالمدير أو نائب المدير العام لقطاع التدريب يسعون دائما للوصول إلى الاعتمادات الأكاديمية العالمية مثل أبت أو مثل باريس أكاديمي ومعه الصباح السالم له الحمد والمنة حصل يعني حصلوا مثلا شهادات في جودة؟ نعم حصلنا على شهادة الاعتماد الأكاديمي من باريس أكاديمي وحصلنا على شهادة الجودة العالمية وهذا يدل دلالة كبيرة جدا على التطور المعاهد الفنية الآن في الكويت قاعدة توصل له من ناحية التطوير من ناحية تطوير المناهج أو من ناحية تطوير العمل الفني نفسه ومواكبة السوق في بعض يعني نقطة ممكن تكون مهمة لك في القضايا التربوية يعني حنا دائما نعتقد أن المعاهد الفنية يمكن تكون هذه أقل درجة مثلا من المعاهد الأكاديمية جميل وهذا بالعكس يعني حنا اللي نراها الآن حتى في الدول المتقدمة وصاروا يركزون على العمل الفني والمهارات البحثة المتخصصة يعني بدل أنا ما أخذ طالب وأقعد أدربه بسنة كاملة أنا ممكن أخذ طالب وأدربه أسبوع أو أسبوعين على أجهزتي الموجودة لأنه أريد يعرفها هو داغس عنده خلفية كبيرة عنها خلفية علمية وخلفية فنية فسهل التعلم أني يتعلم فسهل أني أدربه خلال أسبوعين أو شهر بالكثير وأدخله في العمل على طول وأستفيد منه صحيح يعني حاليا حاليا يعني نقعد نغطي القطاعات الكبيرة جدا في الدولة نقعد نوفر لهم احتياجهم في جميع الوزارات يعني مثلا من الدورات حنا نستحدث دائما دورات حسب حاجة سوق العمل يعني مثلا عندنا دورات دورة مثلا فاحص فني مركبات وهذه بالتعاون مع وزارة الداخلية والفنيين قاعد يتخرجون بعد الثنوية العام ما يدرس سنتين عندنا ويأخذ دبلوم فاحص مركبات ويتعين في إدارة الفحص الفني وهذه العيالنا اللي قاعد نشوفهم الآن في الإدارات هذه هم اللي شغالين يعني موجودين فيها بالعكس لكن في التكي في الاتصالات أيضا موجودين موجودين في كل القطاعات يعني أنتم كإدارة معهد تشوفونهم موجودين؟ طمناونا بس حنا نشوفهم حنا نشوفهم لأننا عندنا زيارات دائمة لقطاعات العمل فنشوفهم موجودين أيضا عندنا متابعة الخريجين قاعد يقومون بعمل جبار يعني سراحة كبير في متابعة الخريجين وشوفون وين وصلوا وشين احتياجاتهم وغير الإدارة الفنية اللي موجودة في الهيئة اللي تحاول أنها دائما تواكب سوق العمل يعني التطور في سوق العمل نحن ما نبيل الخريج الفني أنه يخرج اليوم من المعهد ولما يروح لسوق العمل يقدم شهادة يقول والله شهادةك مو رغوبة عندنا مثلا عندنا في قسم الإلكترونيات في معهد صباح السالم عندنا تخصص اسمه راديو تلفزيون التخصص هذا تخصص مهم جدا ومطلوب لكن جاءت فترة من الفترات أن صاروا ما يطلبون راديو تلفزيون خلاص فش اللي صار يعني صار عندنا تطوير لهذا التخصص نعم والحمد لله حصلنا على الموافقة الآن باعتماد تغيير التخصص هذا إلى تخصص اتصالات جميل منطقي لأنه راح يكون أشمل وأصبح الموجات وأصبح يعني نعم الاختلاف يعني مثل دراسة الآن مثلا الاتصال بالإنترنت وطريقة الإنترنت الراديو الإلكتروني مثلا بالضبط فشلون الطالب يستطيع أنه يتعامل مع السوق إذا حنا كإدارة بالهيئة ما تطورنا مع السوق نحن لازم في تطور دائم ومواكبة دائمة وبالمناسبة اللي يسمع عن المعهد خلنقول المعهد الصناعي ومعهد صباح السالم الصناعي يعتقد أنه ما زال أمر غديم وهذا لكن لما يعني أسرة البرنامج شافت المعهد على أرض واغا صدمت بالحداثة والأجهزة والآليات شو قدرت تتحصلون وتتطورون كل هذا أو تدمجونه أيضا والله لله الحمد والمنه يعني تعاون الإدارة سواء الإدارة المحلية في المعهد نفسه أو الإدارة العليا مع التطوير كان إيجابي جدا يعني وعمرهم ما كانوا حجر عثر يعني دائما هم يسعون ويانا إلى التطوير لذلك استطعنا فعلا يعني أن نحصل على اعتمادات أكاديمية دولية استطعنا أن نحصل على مناهج راقية جدا إن شاء المعهد الصناعي مثلا صباح السالم سنة تم العمل فيه سنة 92 تأخر بسبة الغزو لكن كان مفروض افتتاحها قبل الغزو وتم افتتاحها بعد الغزو سنة 92 وكانت الشركة الألمانية للتعليم الفني هي المشرفة على المعهد وعلى الأجهزة وعلى المناهج وعلى التطوير اللي موجود داخل المعهد وهذا اللي يعطانا يعني يعطانا القوة اللي حنا اليوم نراها في بدايات المعهد كانت دفعات القبول عندنا ما تتجاوز المتين طالب الآن نحن نتكلم على خمسمائة وستمائة أحيانا يجينا عدد قبول لدرجة تفوق طاقتنا أحيانا هل تعتقد أننا نقدر ننتقل بهالمعهد الصناعي هذا إلى الصناعة إلى صناعة أجهزة ومعدات يعني وين دورنا في مساهمة في الصناعة نفسها يعني كونك قلتنا في حصول على اعتمادات وأشراف ألمانية وغيرها هذا واضح وموجود وين موجود في سوق العمل لما يطلب فني يعني مثلا أنا عندي فني مثلا خلنطلع من قسمي أروح إلى قسم مثلا السيارات الشباب في قسم السيارات قاعد يتدربون على سيارات حديثة جدا اللي هي السيارات الألمانية نبي شباب يصنع سيارة يساهم يصنع سيارة ما نبي يصنع يعني إذا صار عندنا المصنع موجود أنا متأكد يعني تعتقد تكتمل الصورة بوجود مصانع لكم بالضبط أكثر من أنها تكون بس معاهد أنا متأكد جدا يعني على يقين مئة بالمئة أن طلبتنا قادرين لو أن فتحت المصانع بشكل أكبر عندنا أنهم قادرين على أنهم يشتغلون في الأماكن هذه ويديرونها ويكونون عنصر فني أكثر منه إداري أو إشرافي نتيجة التدريب الممتاز الذي تلقوه أثناء فترة التدريب الخطوة الكبيرة اللي أعتقد أننا خطيناها قدام لما تعرف علينا المجتمع بشكل أكبر لأنه قاعد يزايد معنا المجتمع قاعد يزيد تفاعل معنا عن طريق معرفتهم فينا فمن الأمور المهمة أن الرابط اللي يصير بين المدرب وبين المتدربين عندنا مثلا المدربين لأنهم يقضون فترة طويلة مع المتدرب خلال وجود بورش العمل أو بالمختبرات واللي تطلب حركة وتطلب نقاش وتطلب يعني ضحك وكذا كثير من الطلبة عندنا كانوا يدخلون بالفصل الأول أو الفصل الثاني غير راقبين في العمل الفني ولا يريدونه لكن نتيجة اختلاطهم مع مدربين أحبوا أصحاب كفاءة عالية يعني الله الحمد ولمن نحن مدربين معتمدين دوليا في التدريب يعني الله الحمد هذه من المميزات التي تميز غطاء التدريب في الهيئة أن تقريبا 100% من المدربين في المعاهد هم مدربين معتمدين دوليا حاصلين على شهادات اعتماد دولي في التدريب فهنا نستطيع أن نتعامل مع الطلبة وننقل صورة جميلة جدا جميلة للطالب كثيرا يقتنع ويكمل بأن هذه المميزة وخاصة لما تكون يعني الآن توجه الدولة هو دعم التعليم الفني والتدريب الحقيقة الفني أمر مطلوب مهندس خالد الحوار معك جدا شيق وممتع وواضح الحقيقة عن طبيعة عملكم في معهد صباح السالم الصناعي إذلك أي كلمة تحب توجهها لمشاهدين الكرام كلمة خيرة تفضل والله في البداية أحب أشكركم على اللقاء لتسليط الضوء على المعاهد الفنية بالذات يعني ودورها الفاعل في المجتمع ولا زال التطوير عندنا يعني ما شاء الله في المعاهد يعني عندنا في صباح السالم الآن عندنا مبنى للمشاريع المشتركة وهو مبنى متطور جدا وإن شاء الله نطمح أنه نشوف من وراه مشاريع أفضل في المستقبل إن شاء الله شكرا لكم الله يغطيك العافية شاهدين الكرام وصلنا معكم إلى نهاية فقرتنا مع الضيف لهذه الحلقة خلوكم معانا وبرنامجنا مستوى